مجزة ثالثة عصرا مشاهدين اتيكم عبر شاشة التلفزيون المصري فأهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبوله تماما الرئيس عبدالفتاح أسيسي بقطاع صنعة الضواء وتوجيهاته المستمرة بأهمية دعم التنفسية العالمية في هذا المجال والتوسع في الحصول على الاعتمادات الدولية المختلفة وخلال تلقيه تقرير من هيئة الدواء المصري بشأن حصول مصر على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات ثمن مدبول الجهود المبذولة في هذا القطاع وذلك خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن هذا القطاع واجه تحديات كبرى آخرها جائحة كورونا وعلى الرغم من ذلك لن تشهد السوق المصرية نقصا في الأدوية نفذت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الانشطة والفعاليات خلال شهر مارس حيث ننظمت مشروعين لإدارة الأزمات بكل من أسوان والأقصر للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس والوزارات والمديريات إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية القومية وذلك لمتابعة ما يتم إنجازه على أرض الواقع وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الأربع والعشرين ساعة من ضبط تسعين قضية مونية بمضبوطات قرابة خمسة وخمسين طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط قرابة 22 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 21 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة خمسة أطنان من السلع الغذائية أكد الاتحاد الأوروبي أنه يناقش بشكل عاجل فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا استجابة لطلب فرنسا وألمانيا بصورة خاصة قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزاب بارل أن تكتل يدين وبأشد العبارات ما وصفها بالفضاعات التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية في عدة مدن أوكرانية يتي ذلك في عقاب العثور على جثث مئات المدنيين في محيط كياف لا سيما في بوتشا بعد انسحب القوات الروسية منها قالت الأمم المتحدة أن العثور على مقابر جمعية في مدينة بوتشا لأكرانية يثير تساؤلات جدية بشأن جرائم حرب محتملة مؤكدة أهمية الاحتفاظ بكل الأدلة قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطاني غاتريتش أن صور القتل المدنيين في بلدة بوتشا أصابته بصدبة شديدة داعيا إلى إجراء تحقيق مستقل يفضي إلى محاسبة فعالة من جنبه ذكر بكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية أن هناك انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني رتكبت في بلدة بوتشا مشيرا إلى أن حوالي 300 قثة دفنت في مقابر جمعية نايت المجز ومشاهدين جولة إخبارية جديدة تأتيكم في تمام الساعة السادسة إلى الملتقى